مشاهدين أصعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد والاثنين تهب على المملكة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة الغبار والأتربة وتؤدي إلى المزيد من الشعور بالإحساس والبرودة في فترات الصباح والليل والمساء أيضا مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى هذه الليلة بنتوقع أن تكون الأجواء تميل إلى البرودة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية أما يوم غد الأحد يوم غد الأحد تهب على المملكة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية ورغم أنه هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكنها بتخلي الإحساس والشعور بالبرود أكثر في فترة الصباح والمساء والليل العظمى المتوقعة 20 وأثناء الليل بتكون الأجواء باردة نسبيا والشعور بالجو إنه بارد والعظمى الصغرى بتكون بحدود 12 درجة مئوية أما يوم الاثنين أيضا يثرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة بتكون أعلى من معدلها لكن كون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تزيد من الشعور والإحساس بالبرود العظمى المتوقعة 22 وأيضا أثناء الليل تميل الأجواء إلى البرود والصغرى 13 درجة مئوية الرياح النشطة تثير الغبار والأتربة في كثير من الأماكن تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية الشرقية ومناطق البادية الشرقية والطرق الصحراوية لكن يوم الثلاثة إن شاء الله يطرق انخفاض واضح على درجات الحرارة ارتفاع على نسبة الرطوب في الجو تتحول الرياح إلى غربية انخفاض وارتفاع على الرطوب وظهور السحب مع فرصة لسقوط زخات رعادية متفرقة بالمطر خاصة في شمال ووسط وشرق المملكة خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء وبالتالي فإذا هناك أجواء شرقية أجواء مستقرة الأحد والاثنين لكن هناك انخفاض على درجات الحرارة يوم الثلاثة مع فرصة